بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد في هذا الفيديو الجديد سأقص عليكم قصة واقعية حدثت لي أنا رأيت أحد المخلوقات الغريبة الذي هو من أمة الزواحف في 2006 في يوم من أيام الصيف حوالي بالتقريب كان في شهر أوت أو جويليا وهكذا استيقظت لي أصل لي صلاة الفجر فخرجت إلى المسجد فاخترت ألا أصلي في مسجد حينا وأن أغير التوجه نحو مسجد آخر يقع في مكان آآ بعيد نوعا ما عن حينا بينما كنت أمشي في الطريق على ساعة الثالثة والنصف صباحا كنت أمشي بخطة ثابتة آآ ولم أحدث أصوات وأنا أمشي كنت آآ وهكذا وعندما وصلت إلى مفترق طرق كانت هناك بالوعة عند جانب الطريق الرصيف جانب الرصيف وأنا أمشي وكانت الأضواء منيرة آآ تنير الطرق طريق الشارع وهكذا كان الضوء آآ نعم آآ أرى جيدا فرأيت يداني صغيرتان تمسكاني كاني بقضبان آآ تلك البالوعة فتحيرت كأنها يدي طفل في عمر من خمس سنوات وهكذا وعندما كان يحرك أصابعه كان كان في أطرافها مخالب حادة جدا فتقدمت بشكل آآ دون أن أحدث أي صوت وهكذا لأرى ما هذا الشيء من هذا الطفل أو هذا الذي هو داخل البالوعة فرأيت مخلوق آآ بحجم طفل في خمس سنوات أو أربع سنوات كان مغطى بحراشف كالسماكة كل جسده ما بين الرماد والرملي أي ما بين الأصفر وكانت تعناه مشقوقتان طولا كأنها شعلت نار صفراء وكان أنفه ثقبين في وجهه وكان له خطوط على رأسه لا يملك شعر وهكذا وكان ينظر للسماء وكانت ملامح وجهه كأنه حزين فرأيته بأم عيني هذه شهادة لله وبعد أن انتبه لي نفر نفرة شديدة وبدأ يتخبط ويهرب في ماء البالوعة كأنه تمساح فرعني ذلك الموقف عندما نفرت تلك النفرة قلت أعد بالله مشترجي ووصلت طريقي إلى المسجد وبعد أداء الصلاة مررت على نفس الطريق ونظرت في البالوعة فإذا به ليس هناك لم يظهر له أثر بعد ذلك لقد كان مخلوقا حقيقيا من أمة الزواحف لقد رأيته في حين حسين داي بالجزائر العاصمة في إحدى البالوعات وذلك في 2006 أي منذ حوالي 15 سنة والله على ما يقول شهيد فهذه المخلوقات